اشتركوا في القناة الله تعالى كلم رسوله في المعراج لكن لم أجد في الأدلة التي تترحتموها ما يثبت هذا فأحببت أن أطلب منكم ما يزيد من تأكد هذه العقيدة من الحديث وقول السلف أو إجمع أن إن وجده بما يمكن أن يطمئن به القلب نشوف الإجابة بتقول إيه عن أنس ابن مالك في حديث الإسراء والمعراج أن رسول الله قال فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت ببني إسرائيل وخبرتهم هنا بيقول لنا عن أنس في حديث الإسراء والمعراج أن الله فرض على النبي خمسين صلاة فمحمد نزل لموسى فموسى عارف الغيب يعني وعرف أن الله فرض حاجة كده عليه فسأل هو ربنا فرض عليك حاجة فقال له آه خمسين صلاة قال له لا لا كده كتير أنا قادرة من الله بأمتك يعني موسى بيفهم أكتر من ربنا فقال له روح خلى الله يخففها وهنا أنا عندي سؤال عزيز المسلم هل الحكاية دي بتدخل لعقلك؟ هل الله الحكيم ممكن أو مش ممكن يكون عارف الناس تطيق إيه ومتطيقش إيه وموسى يكون عارف أحسن منه يعني ده إحنا بنشوفه تجديف على الله يعني اشتيمة تجديف يعني اشتيمة وبتقول الحكاية دي خمسين صلاة طيب لو الله هيفرض خمسين صلاة انت هتصلي امتى وتاكلوا امتى وتشربوا امتى وتناموا امتى وتشتغلوا امتى هالربنا كده عندكم مش بيفهم وموسى بيفهم أحسن منه ونكمل قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عن أمتي فحطت عني خمسا فرجعت إلى موسى فقلت حطت عني خمسا قال إن أمتك لا تقوم ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفير وهنا بنشوف أن محمد رجع قال له الله وقال له ممكن تخفف الصلاة رح الله شل خمسة يا سبحان الله طب انتوا بتصدقوا يا جماعة الكلام ده الله بيشلوا بالقطارة يعني ش حتة حتة قال له خمسة واربعين ونكمل قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشرا فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله قلت لقد رجعت إلى ربي حتى استحيت منه رواه مسلم موسى طبعا ما سكاتش يعني قال له لا اطلع تاني فضل محمد طالع نازل طالع نازل بين الله وموسى غات ما بقيه خمس صلوات موسى قال له طلع تاني محمد قال له لا مش هقادر انا مكسوف مش هقدر اكلمه تاني يخاف في الصلوات وخلينا ايه نكمل بها الاجابة يقول لك هذا الحديث نص واضح على حصول الكلام بين النبي ورب العزة جل جلاله فقد رجع إلى رب وقال له يا رب ثم قال له رب العزة بعد ذلك يا محمد وهذا كله بين واضح في حصول التكلم والمباشر ليلة الإسراء والمعراج يبقى موضوع فرض الصلاة ده واضح فيه كده ان هما بيثبتوا ان الله يكلم محمد ونكمل باقي الاجابة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الله كلم موسى وأمره بلا باسطة وكذلك كلم محمد وأمره ليلة المعراج وكذلك كلم آدم وأمره بلا باسطة وهي أوامر دينية شرعية وده في مجموعة الفتامي وقال ابن قيم رحمه الله كلم الله موسى ابن عمران وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا من نص القرآن وثبتها للنبينا هو في حديث الإسراء وده في زاد المعد شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم أكدوا أن الله زي ما كلم موسى كلم محمد زي ما هي ثابتة كده لموسى في القرآن ثابتة لمحمد في حديث الإسراء وخلينا نكمل الإجابة قال الحافظ ابن حجر هذا من أقوى ما استدل به على أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه محمد في الإسراء بغير وسطة وفي قوله تعالى ومنهم من كلم الله قال ابن كسير يعني موسى ومحمد ودوة طبعا في التفسير ثانيا قال الجديع بعد إرادة الحديث الأول قلت وهذا التكلم هو المراد بقوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى النجم عشرة وهنا استدلوا كمان أن الله كلم محمد في صورة النجم عشرة طب تعالوا كده نرجع بكم آية الوراء ونشوف إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى زومرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قابق سن أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وهنا أنا عندي سؤال بيقول دنى فتدلى دنى يعني اقترب وتدلى يعني نزل المفروض يقول إيه؟ المفروض يقول تدلى الأول وبعدين دنى هذا الله يتدلى لو في حد قال إن ده جبريل نقول له لا لإن ابن عباس قال ده الله اللي تدلى وده موجود في تفسير القرطب يشوفوا معي عن ابن عباس أيضا في قوله تعالى ثم دنى فتدلى أن معناه أن الله تبارك وتعالى دنى من محمد فتدلى وروا نحوه أنس ابن مالك عن النبي والمعنى دنى منه أمره وحكمه وأصل التدلى النزول إلى الشيء حتى يقرب منه فوضع موضع القرب يبقى هنا كمان ده إثبات إن الله كان لمحمد فمحدش يقول لي إن جبريل اللي دنى فتدلى ونكمل الإجابة اللي هتوضح الموضوع ده وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا التكلم كان بواسطة جبريل فقالوا أوحى إلى عبده بواسطة جبريل ما أوحى أي جبريل وهذا مردود إذ الأصل عدم الحسف في الكلام وظاهر الحديث أن الخطاب من الله تعالى للنبي كان بغير وسطة ومن قرائنه مراجعة النبي ربه وكذلك يؤكده أن النبي رفع إلى موضع لم يرفع إليه موسى عليه السلام الذي فضل بكلام الله ولا إبراهيم عليه السلام الذي فضل بالخلة فذلك مستوجب أن يكون فضله أعظم من فضل من دونه فجدير به أن ينال درجات الفضل التي حصلها من دونه هنا فيه ناس قالت لا ده كلموا بواسطة جبريل راح يرد عليهم قال لهم لا أول حاجة ظهر الحديث أن الخطاب من الله لمحمد كان بغير وسطة يعني ما فيش وسطة بينهم وتاني حاجة مراجعة محمد لربه وده بيأكد أنه ترفع لمكان أفضل من موسى وإبراهيم واللي ألجأ القائلين بهذه المقالة بيقولك إنهم ألزموا إنه إن أثبت له تكلم الله تعالى إياه بغير وسطة فإن ذلك يستوجب رؤية رسول الإسلام لربه يعني بيقولوا إيه يعني بيقولوا إن محمد الله كلمه بواسطة جبريل قالوا أو الله كلمه منه ليه يبقى لازم شافه يعني هو لو كلم كده ربنا يبقى لازم شافه راح قالوا لأ قالوا عشان كده هم قالوا إن الله لم يكلم محمد يبقى هم أنكروا إن الله كلم محمد عشان قالوا كده يبقى الله شافه خلينا نكامل الإجابة عشان نشوف نقول إيه والتحقيق الذي عليه جمهور أهل السنة إنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه تعالى ليلة الإسراء والصواب إن هذا الذي ألزمه ليس بلازم لأن التكليم غير الرؤية وهو ممكن الوقوع بخلاف الرؤية وذلك من وراء حجاب كما وقع لموسى فإن موسى لم يرى ربه مع إنه كلمه وناديه وقد علمنا أن هذه المرتبة من التكليم أكمل المراتب وأعليها فهي فضل عظيم ودرجة رفيع فحري أن تكون لسيد ولد آدم وطبعا الكلام ده والعقيدة السلفية يعني أهل السنة قالوا محدش قال إن محمد شاف رب بليلة الإسراء لأن عادي ممكن إن ربنا يكلم محمد بدون ما يشوفه زي ما يكلم موسى من غير ما شافه وأنا هنا عندي سؤال لازمتها إيه إن الله يتدله أو يدنه لمحمد وهو مش هيشوفه وقبل ما اختم الحلقة هل موسى أحكم وقدرة من الله في عدد الصلاوات عن الناس والسؤال الثاني هل العلماء شايفين إن الله يتدله عيب علشان كده حاولوا يخرجوا من المأزق ده وقالوا لأ ده جبريل هو تدله وكمان في سؤال الأخير هسيبه معاكم فأوحى إلى عبده يبقى من اللي بيتكلم غير الله يبقى الله أوحى إلى عبده وتدله وألتقي بكم في الحلقة القادمة موسيقى 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 موسيقى